السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنات الصف الاول السنوي النهاردة هناخد اسم المفعول استكمالا للمشتقات اللي احنا بدأناها خدنا اسم الفاعل واعماله خدنا سيغة المبالغة واعمالها النهاردة هناخد اسم المفعول وبالتالي اعماله نفتكر مع بعض كده اسم المفعول ايه هو اسم المفعول ده اسم مشتق ومشتق من الفاعل المبني للمجهول وناخد بالنا جدا من المبني المجهول ليه؟ للدلالة على من وقع عليه فعل الفاعل طيب ده عرفنا إيه هو اسم المفعول طيب سيغطوا هيصاغ إزاي اسم المفعول اسم المفعول يصاغ من السلاسي وغير السلاسي ناخد الأول إن هو هيصاغ من السلاسي بيبقى على وزن مفعول مثل كتبة الدرس أنا ليه قلت كتبة؟ لأن أنا فوق قلت إن اسم المفعول يصاغ من الفعل المبني للمجهول طيب كتبة ده فعل مبني للمجهول الماضي عشان أجيب منه اسم المفعول أجيبه على وزن مفعول أقول الدرس مكتوب ضربة الولدان طيب ضربة عايزة أجيب منه اسم المفعول ده سلاسي يبقى هنا يبقى على وزن مفعول أقول الولدان مضروبان هو بيجي لمسنة المشتقات كلها قد تسن وقد تجمع وقد تلحقها قال التعريف وقد إيه؟ تؤنس اللي هي تلحقها؟ ده التأنيس طب الكلام ده بالنسبة للفعل السلاسي طب إذا كان سلاسي أجوف الأجوف نفتكر مع بعض اللي هو معتلق الوسط سلاسي أجوف ده أنا بجيب منه اسم المفعول إزاي؟ برضو بجيب منه اسم المفعول على وزن مفعول لأن احنا اتفقنا إن الفعل السلاسي بجيب منه اسم المفعول على وزن مفعول بس ليه طريقة تانية لما أقول قالة هنا اسم المفعول بتاعها أجيب على صورة المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مفتوحة مثل قالة يقول أنا جبت إيه؟ المضارع فدلوقتي هجيبه ماقول اللي هي ميم إيه؟ مفتوحة إبدال المضارعة ميم مفتوحة قالة يقول مقول يبقى مقول هنا اسم مفعول على وزن إيه؟ على وزن مفعول يبقى إحنا كده اتفقنا اللي هو فعل الأجوف بجيب منه المضارع وبعد كده بشيل يا المضارع بابدلها ميم مفتوحة وبيبقى برضو على وزن إيه؟ مفعول ناخر مثال تاني صانا يصون مصون صانا معتل الوسط أجوف بجيب منه المضارع يصون بابدل حرف المضارع ميم مفتوحة يبقى مصون طيب نجيب مثال تاني باعة ده فعل موضي سلاسي معتل الوسط عايزة أجيب منه اسم المفعول أجيب المضارع هيبقى هي بيع هابدل حرف المضارع اللي عندي دي ميم مفتوحة بقت مبيع إذا كان الفعل السلاسي ناقص لو الفعل السلاسي ناقص يعني إيه ناقص؟ يعني معتل الآخر هعمل منه إيه برضو سلاسي؟ يبقى برضو هجيب اسم المفعول على وزن مفعول بس برضو بيبقى ليه طريقة مختلفة شوية هنقول جاء اسم المفعول منه على صورة مضارعه برضو يعني أجيب منه صورة المضارع وهبدل حرف المضارع ميم مفتوحة زي وزي المعتل الوسط أو الأجوف بس مع اختلاف بسيط إن احنا هنشدد الحرف الأخير زي دعا دعا هيبقى إيه؟ يدعو فيه ألف هنا غلط يبدأ دعا هجيب من المضارع منها يدعو هبدل حرف المضارع ميم مفتوحة بقت مدعو اللي عملنا إيه تاني؟ يبقى بنبدل حرف المضارع ميم مفتوحة والحرف الأخير بشدده ده بالنسبة ليه الفعل النقص طب ناخد مثال تاني كسا هنا أجيب المضارع بتاعها يكسو المفروض هيبدل حرف المضارع ميم مضمومة ميم مفتوحة وهشدد الحرف الأخير يبقى كسا يكسو هتبقى مكسو بنا يبني مبني قضى يقضي مقضي كل دي بالنسبة ليه الفعل النقص كل ده بيبقى على وزن سلاسي على وزن مفعول كل ده كلمنا على سياغة اسم المفعول من الفعل السلاسي طب هنيجي بقى سياغة اسم المفعول من الفعل غير السلاسي سياغة اسم المفعول من الفعل غير السلاسي بيبقى على صورة المضارع بتاعته بجيب المضارع مع إبدال حرف المضارع مين مضمومة بقى مين مضمومة وفتح ما قبل الآخر بنركز فيه مفتح ما قبل الآخر دي علشان ما تطلق بطوش ما بينه ما بين اسم الفعل المشتق أو الاسم الفعل اللي احنا صدناه من الغير السلسل هنيجي عندي انطلق هيبقى منطلق منطلق هجيبها إزاي انطلق ينطلق جبت المضارع ابدالت حرف المضارع مين مضمومة وفتح ما قبل الآخر بقى منطلق زي الهدف منطلق إليه طيب انتصر ده فعل غير سلسل هجيب المضارع ينتصر هبدل حرف المضارع مين مضمومة وافتح ما قبل الآخر هيبقى إيه منتصر المعرقة منتصر فيها طيب في ملحوظة مهمة إن إحنا إذا قتينا باسم المفعول من فعل لازم إحنا قايلين إن هو الفعل يا إما لازم بيكتفي برفع الفعل أو متعد بينصب مفعول أو بينصب مفعولين طيب إذا جبنا اسم المفعول من فعل لازم لابد أن يأتي بعده شبه جملة زي الأمثال اللي عندنا هي منطلق منطلق هنا من فعل انطلق اللي هو لازم فجيب بعديه شبه جملة افتكرنا مع بعض صياغة اسم المفعول وصيغه إزاي من السلاسي وغير السلاسي هنتكلم على عمل اسم المفعول وفهمنا يعني إيه عمل اسم المفعول إن هو إزاي اسم المفعول يعمل عمل فعله وقلنا تاني إن الفعل بيرفع فعل وبينصب مفعول أو يرفع فعل وينصب مفعولين أو يرفع فعل فقط هنشوف عمل اسم المفعول يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول المبني المجهول بيشتر يعمل إيه؟ بيرفع ما بعده على أنه نائب فاعل يبقى ده عمل الفعل المبني للمجهول عشان كده ركزتلكه في الأول وقلتلكه نخلي بالنا من أنه هو يصار من الفعل المبني للمجهول طيب يبقى هنا تاني اسم المبني يعمل عمل فاعله المبني للمجهول يرفع ما بعده على أنه إيه؟ نائب فاعل مرفوع زي أم زاعة المباراة اليوم المباراة اليوم المباراة نائب فاعل مرفوعه بتضمه ليه؟ لأن قبله هنا اسم مفعول عامل وهنرجع نشوف هو ليه هنا عامل وعمل عمل فعله ناخد مثال تاني النحو هو المفهوم وشرحه شرحه فهنا شرحه هنا نائب فاعل برضه لإسم المفعول يبقى عندي هنا المفهوم اسم مفعول عامل معموله فين؟ معموله اللي هو شرحه شرحه نائب فاعل لإسم المفعول اللي هو المفعول طيب من الممكن برضه أن اسم المفعول يرفع نائب فاعل وينصب مفعولا به بس إمتى لو هو جاي مشتق من فعل متعدي يتعدى لمفعولين زي هل ممنوحة المرأة حقوقها هنا الفعل منحة من الأفعال المتعدية اللي هي تنصب مفعولين فلما يجي لي منه اسم المفعول المفعولين المفعول الأول هيكون نائب فاعل والمفعول التاني هيبقى زي ما هو كما هو إيه مفعول به ثاني يبقى هنا ممنوحة اسم مفعول عامل وهنقول برضه هو ليه عامل وهنفتكر شروط عمله المرأة هتبقى نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة حقوقها مفعول به تاني طب والمفعول الأول فين؟ والمفعول الأول بقى نائب فاعل لإسم المفعول العامل طيب هناخد بقى شروط عمل اسم المفعول امتى بيعمل اسم المفعول؟ احنا اذا كان اسم المفعول مقترنا بقل يعمل على الإطلاق يعمل بدون شروط ايه ده؟ اذا قال هنا برضو هي معي تصريح العمل لإسم المفعول اذا جاءت مقترن اسم المفعول بقل فمعا تصريح العمل بتاعه اللي هيخليه يعمل عمل فاعله المبني المجهول يرفع نائب فاعل او يرفع نائب فاعل وينصب مفعول تاني لو كان يتعدي المفعولين اذا كان معاقل بدون شروط مثل محمد هو المعروف ورأيه طبعا المعروف هنا اسم مفعول من الفعل السلاسي عرفة على وزن مفعول وهو مقترن بقال معرف بقال مع تصريح العمل بتاعه اذا فهنا رأيه هنا معمول اسم المفعول وتعرب نائب فاعل طيب مقترن بقال مع تصريح العمل هيعمل طب اذا جالي نكرة نكرة هيعمل ايه هيعمل بشروط بالشروط اللي احنا واخدينها قبل كده في اعمال اسم الفعل واعمال سياغ المبالغة اول شرط في اعمال اسم المفعول اذا جاء نكرة ان يدل على الحال والاستقبال وقلنا يعني ايه يدل على الحال والاستقبال يعني مفيش في الجملة ما يدل على زمن سابق او زمن ماضي مفيش في الجملة مثلا كلمة امس كلمة سابقا كلمة البارحة طب يبقى معنى كده ان هو لازم يدل على الحال والاستقبال تاني حاجة تاني شرط ان هو يسبق بقى ان يكون مصبوك بمبتدأ ان هو يكون نعت ان هو يكون مصبوك بنداء زي الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده يعني يكون مصبوك بمبتدأ يعني هو يكون خبر ان هو يكون مصبوك بموصوف يعني ان هو يكون نعت ان هو يكون مصبوك بنفي أو استفهام أو نداء نفس الشروط اللي احنا خدناها قبل كده في اعمال اسم الفاعل واسم سوسيغ المبلغ هناخد امثلة هنا الدرس مفهوم شرحة مفهوم هنا مضلة على الحال والاستقبال وطبعا هنا معتمد على مبتدأ ومفهوم خبر فهنا شرحه معمول لاسم شرحه معمول لاسم المفعول العامل فهنا شرحه هتعرى بنائب فاعل مرفوع لاسم المفعول ولما نجي نعرف يا بنات ما ننساش اعراب الضمير مثل ما مهانة البنت في بيت امها هنا ده مصبوق بنفي ما مهانة البنت في بيت قصدي ابيها فهنا البنت نائب فاعل مرفوع هل ممنوح العامل اجره هنا العامل نائب فاعل هنا ممنوح اسم فاعل اسم مفعول العامل دل على الحال والاستقبال والمصبوق باستفهام العامل نائب فاعل مرفوع وعلامة رفق الضم اجره مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب كل اسم مفعول سبق بنفي او استفهام بيعرب مبتدأ وما بعده نائب فاعل سد ما سد الخبر دي ملحوظ طيب او يسبق بمبتدأ زي الحديقة منصقة اهي برضو الحديقة منصقة من اشجارها دل على الحال والاستقبال ومعتمد على مبتدأ وهو خبر يبقى هنا اسم فاعل عامل اسم مفعول العامل اشجارها نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم واعراب الضمير في محل جار مضاف اليه طيب او يسبق بموصوف ويكون هو اسم المفعول سفا او نعت اقول خالد رجل خالد محترم ابوه خالد رجل محترم ابوه محترم هنا اسم مفعول العامل ان هو جهنعت وقبليه موصوف هنيجي على ابوه ابوه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو قد يضاف اسم المفعول لمعموله ان هو يجي مضاف لمعموله يعني اللي بعدها مش هيعرف نائب فاعل زي هذا مهضوم الحق الحق هنا مضاف اليه من باب اضافة اسم المفعول لنائب الفاعل بعض عندنا ملحوظة ان الكلمة التي تأتي بعد اسم المفعول لو فيها ضمير تعرب نائب فاعل مثل هو المحترم هو المحترم رأيه يبقى هنا الكلمة اللي جاية بعد اسم المفعول لو فيها ضمير هتعرب نائب فاعل والمقترنة بقال تعرب مضاف اليه المقترنة بقال تعرب ايه مضاف إليه مثل هو المحترم الرأي يبقى هنا بعد اسم المفعول لو الكلمة فيها ضمير هتبقى نائب فاعل لو فيها قال هتبقى مضاف إليه طب والكلمة المنونة بعد اسم المفعول تعرب تمييز زي هو المحترم رأيا يبقى نخلي بالنا الكلمة لو بعد الاسم المفعول لو هي فيها ضمير هتعرب نائب فاعل لو هي معرفة بقال هتعرب مضاف إليه لو هي منونة هتعرب تمييز وده كان درسنا النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته